النروج اليوم السيد فليب لازاريني المدير العام للأونروا في زيارة رسمية إلى أسلو وجاءت هذه زيارة لتعزيز الشراكة الثنائية بين حكومة النروج والأونروا والتي تعد النروج من الدعمين الرئيسيين لها سواء من الناحية السياسية أو من حيث الموارد النروج سعيدة جدا باستقبال السيد لازاريني رئيس الأونروا اليوم الأونروا ضرورية لتقديم الخدمات والحفاظ على كرامة اللاجئين الفلسطينيين وللأشخاص الذين يعانون في غزة ولهذا السبب تعزز النروج اليوم دعمها الإنساني للأونروا بمبلغ 100 مليون كورونا نروجية إضافية وفي هذا السياق أعلنت النروج عن تقديم دعم إضافي قدره 100 مليون كورونا نروجية لأعمال الأونروا الإنسانية وأكدت النروج على أهمية الدورة الذي تلعبه الأونروا في دعم ملايين الفلسطينيين في غزة والظيفة الغربية والقدس والدول المجاورة نحن هنا لأن سيد فليب لازاريني المدير العام للأونروا يزور أوسلو ونغتنم هذه الفرصة للإعلان عن مساهمتنا بمبلغ إضافي قدره 100 مليون كورونا نروجية لأعمال الأونروا الإنسانية نحن نعتقد أن ما تقوم به الأونروا مهم للغاية لملايين فلسطينيين في غزة والظيفة الغربية والقدس وكذلك في الدول المجاورة ونريد أن نوضح أن دعمنا هو اقتصادي وسياسي على حد سواء وأعتقد أن هذا مهم في هذا المناطف الحرج لأنهم بحاجة إلى مزيد من الأموال الآن بسبب تعليق الدعم الذي علوا منهم من بعض الجهات المانحة الأخرى نحن سعداء جدا لرؤية أن تقريبا جميع الجهات المانحة التي علقت دعمها بعد الاتهامات الإسرائيلية في يناير قد عادت باستثناء الولايات المتحدة لذا فإن هذا الاتزام الاقتصادي وأيضا بيان سياسي قوي لدعم الأونروا ومن خلالها جميع الفلسطينيين الذين تساعدهم الأونروا وأشار السيد بازريني إلى موقف النروج الثابت خلال الأزمة التي عقبت اتهام موظفي الأونروا بالمشاركة في مذبحة 7 أكتوبر وأكدت النروج على ضرورة وضع آلية إشراف داخلية والتحقيق مع الأفراد المتهمين دون المساس بحقوق الفلسطينيين أو قطع التمويل عن الأونروا كما تعلمون كانت النروج دائما طويل الأمد للوكالة سواء على الصعيد السياسي أو من حيث الموارد النروج هي أيضا دولة وقفت في وقت اتهام وظفي المنظمة بالمشاركة في مذبحة 7 أكتوبر لقد أكدت النروج أنه يجب علينا وضع آلية إشراف داخلية والتحقيق مع كل الأفراد ولكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال تقويض أو معاقبة الفلسطينيين بقطع التمويل عن الوكالة وقد ساعدت النروج في إعادة عدد من الدول إلى دعم مواردنا تم الإجماع هذا اليوم على ضرورة تقديم الدعم المشترك للأونروا وأكد الحاضرون على أهمية استمرار الدعم لضمان استمرار الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للاجئين علي طالب للتلفزيون فلسطين النروج أوسلو طالب الحزب الديمقراطي الأمريكي في ولاية آيوة الأمريكية بوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل فوري لكافة المناطق في القطاع وطالب أعضاء الحزب خلال مؤتمره العام إلى وقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها بشكل مخالف للقانون الدولي ترجمة نانسي قنقر